قصر رئاسي جديد هو الأضخم في مصر أكبر من البيت الأبيض بعشرة أضعاف من حيث المساحة الجزيرة مباشرة حصلت على صور حصرية عبر الأقمار الاصطناعية لقصر السيسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة وتظهر الصور تطور حركة البناء وتفاصيل القصر الرئاسي المقرر لانتقار الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه منتصف عام 2020 تبقى لبيانات حكومية كم تبلغ مساحته وما التكلفة التقديرية لتشييده نتابع هذا التقرير حصلت الجزيرة مباشرة على صور حصرية حديثة بالأقمار الصناعية تظهر ضخامة منشآت ومرافق القصر الرئاسي الجديد الذي يجري بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة تظهر الصور أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بخمسين ألف متر مربع تقريبا وإذا كانت مساحة البيت الأبيض مقر حكم الرئيس الأمريكي هي خمسة ألاف متر مربع فإن القصر الرئاسي المصري الجديد يماثل حجم البيت الأبيض عشر مرات أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتصل إلى مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف متر مربع يضاف إليها مساحة خارجية خصصة كحرم طريق للمدخل الرئيسي الشرفي للقصر وتبلغ مساحتها مائة وثمانين ألف متر مربع وبذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد إلى مليونين وخمسمائة وخمسين ألف متر مربع أي ما يعادل ستمائة وسبعة أفدنة زراعية تقريبا أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه للمتر مربع ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بمليار ومائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل وإذا كانت تكلفة بناء مستشفى مركزي في ريف مصر تساوي خمسة وسبعين مليون جنيه طبقا لوزارة الصحة فإن تكلفة الطابق الواحد في القصر الرئاسي الجديد تعادل بناء ستة عشر مستشفى مركزيا مصر في أمس الحاجة إليها وإذا علمنا أن تكلفة بناء مدرسة هي عشرة مليون جنيه طبقا لمصادر حكومية فإن تكلفة طابق واحد في القصر الجمهوري الجديد يمكن أن تبني مائة وخمسة وعشرين مدرسة حكومية في بلد لا تزال نسبة الأمية فيه خمسة وعشرين في المائة ممن يبلغون سن عشر سنوات فأكثر طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ السليم عزوز أهلا بك سليم سليم يعني فكرة أن هذه الصور الحصرية التي وردت إلينا من صور من القمر الصناعية تحدد أن هذا المبنى بهذه الضخامة يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك ونستوعب ذلك في ظل الدعاية الحكومية وكلام السيسي أننا فؤراء أوي 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 نشوف هذا الكلام في الحقيقة يؤكد مصدقية محمد علي رجل الأعمال والمقاول الذي كان يتعامل مع الجيش في حديثه على أن السيسي لديه حالة من الصرف في أو الإصراف في عملية بناء القصور أنت أمام إنسان يتطرف على أنه أمبراطور ليس فقط حاكم لمصر ليس فقط حتى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية هذه المساحة المهولة لقصر واحد من ضمن عدة قصور بنيت في عهده مصر لم تكن بحاجة إلى كل هذه القصور كل القصور الموجودة في مصر أساتا ورثتها من العهود السابقة قبل عام 52 محدش فكر أنه يبني قصور بهذا العدد الذي بنى به عفتاح السيسي في وقت يصدر مشروعه قائم على أننا بلد فخير على أن المطرين عليهم أن يخفضوا من أوزانهم باعتبار أن الدولة لا تستطيع أن تتكفل بكل هؤلاء الذين يتتمون بالسمنة الناس لا أجد ما أعطيه لك لو أقدر أتباع أتباع مشروع السيسي قائم في الحقيقة على هذا الأسات الآن يتبين للجميع أن لمصر دولة فخيرة ولمصر أساتا بحاجة إلى حد ينتشي لها من العوذ العوذ الحقيقي هو بسبب هذا الرجل بسبب هذا الرجل الذي لديه حالة من حاجة غريبة جدا كيف نفهم إذا كان الآن هذا القصر في العاصمة الإدرياء الجديدة وهناك قصر آخر في مدينة العالمين وكأن ستكون رحلة الشتاء والصيف للسيسي وهناك حديث عن قصر في الهايكستيب هل هناك استراتيجية معينة يتحرك عليها الرئيس الفتاح السيسي أم كيف نفهم هذا السلوك هناك عدة قصور ليست قصر واحدا الكلام الذي جرى الحديث عنه ليس قصر واحد لا في الهايكستيب ولا في الزاتون قصر الزاتون ستين مليون ستتوديه فيه أن تجيبه منين القصور الرئاسية الأخرى أنت عندك أصر الأوبا عبدين الاتحادية كل القصور القديمة والتقليلية الحقيقة أنت قدام واحد استراتيجيته تقوم على حقيقتين هو عايز يقدم نفسه للعالم باعتباره أمبراطور يقيم كل هذه القصور ويعيش حياة حتى لما يعيشها البلوك الذين كانوا موجودين في مطر قبل 52 نمرة اثنين فكرته برضو على أنه فيها جانب أمني في الحقيقة في هذا الموضوع يعني لما يتكلم محمد علي يقول لك أن عملت لهم خمس قصور فيجيب إدارات الجيش معاه داخل هذه القصور هو رجل مش مؤتمن لأحد على أحد هو عايزهم يبقى جنبه ويطلعوا حدوتة النفق كمان وفكرته إذا أنت راجل جوه معسكر جيش إيه اللي يخليك تعمل نفق مش واسق في حد فهي فكرة أنه هو طول الوقت عايز يشغل الناس بأنه مقيم فيه محدش عارف أنه مقيم فيه وفي النهاية يبقى الفكرة أنه يبقى موجود في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي أساسة عشان أي حد سيروح محتاج قصة ومحتاج أطر ومحتاج حواديث ومحتاج طبعا ستبقى حتى مقطوعة وحتى خارج سيطرة يعني مش جزء من الدولة المطرية وبالتالي فيها جانب مهم جدا وهو الجانب الأمني لواحد يخشى من خياله وواحد خايف من أي عملية لأنه في الحقيقة هو خانة جميع ولم يأخذنا الرئيس محمد مرسل هو خان سامي عنان لأنه كان الاتفاق على أنه سامي عنان بعد ثلاثين يونيو هو الرئيس حتى باتفاقات خالجية هو خان في الحقيقة المشير محمد طنطاوي المشير طنطاوي وخان مع ذلك القوى السياسية خان برده وخان حمدين هو رجل يقتاته على الخيانة لأجل هذا هو يبقى يشعر في الضرب ويجب منين فطول الوقت قاعد مشغول بقصة أصر هنا وأصر هنا ابقى معي سيد سليم لأنه ينضم إلينا عبر الأخمار الصناعية من واشنطن ستيفن ماكل نيرني المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أهم بك سيد ستيفن سيد ستيفن يعني كيف نفهم أن هناك سلوك للحكام الذين يوصفوا بالاستبداد بالهوس لبناء قصور ضخمة يعني تشاوشيسكو كان أيضا ذو هذا الاتجاه ومات قبل أن يدخل القصر الجديد كذلك أيضا مبوت سيسي سيكو وهو كان رئيس لزئيرو حوالها للكونه أيضا كان لديه هذا الأمر الآن الرئيس عفتاح السيسي يبني قصر بهذا الحجم وهذا الشكل كيف نفهم هذا السلوك من قبل الحكام أعتقد أنها توليفة من بعض الأمور هو شخص ربما استولى على الحكم بالعنف من خلال الانقلاب ومن ناحية هو يشعر بأنه مهم وبأنه يستحق هذه القصور ومن ناحية أخرى كما ذكر الضيف هناك أيضا ربما خوف على أمنه وسلامته لذلك يريد أن يكون له مجموعة من القصور يتنقل بينهم حتى لا يتعرض لهجوم في واحد منها لكن أعتقد أكثر من أي شيء آخر هي مسألة أنه يشعر بأنه يستحق هذا البذخ وهذا القصر يتماشى مع الدكتاتور الذي يستوجع للحكم ويحاول أن يحتفظ به بدلا من الوصول إلى الحكم بطريقة شفافة ابقى معي سيد ماكل نورني وينضم إلينا عبر الأخوان الصلاعية من الصنبولة سيد أحمد جاد عضو لجنة التنمية المحلية في مجلس الشعب المصري سابقا أهلا بك سيد أحمد سيد أحمد يعني هذا القصر بهذا الشكل وبهذا البناء وهذه التكلفة يجعلنا نستدعي أن هناك أولوات أخرى يعني ما حاجة المصريين من قصر مقابل حاجتهم من مدارس ومستشفيات لو تطلعنا على بالفعل بما أنك كنت عضو لجنة التنمية المحلية في مجلس الشعب المصري سابقا عن احتياجات مصر الحقيقية فما هي؟ في الحقيقة يعني تكلفة هذا القصر وغيره من وسائل أوصور البزخ الموجودة للأسف في عهد السيسي خلال السنوات الماضية مصر بحاجة يعني نحن يكفي أن نعلم أن خسائر سيقك الحديد يعني في هذا العام المالي بلغت حوالي 10 مليار جنيه يعني هذا القصر يمثل حوالي 10% من قيمة هذه الخسائر في كل يوم بيزود التذاكر بيرفع أسعار التذاكر الخدمة زي الزفت لكن هو في المقابل يعني يكرس هذه الأمور لنفسه عندنا هذا المبلغ الذي يكلف به هذا القصر يكفي لبناء 140 مدرسة معلومة أن الكسافة العدية في المدارس بتوصل لـ 70 و 80 و ربما 90 طفل أو تلميذ في الفصل الواحد فالتخاب حضرتك من مبقى 140 مدرسة قد إيه تعمل انفراجة في التعليم في مصر كذلك إحنا يمكن قريبا أو لسه في خلال هذا الشهر خبر أعلن أن محافظة الأقصر تم العمل على تطوير مستشفاتها بمبلغ يوازي مستشفات الأقصر كلها يوازي هذا القصر وتكلفة هذا القصر نحن عارفين أن الطرق مصر أيضا رغم أن السيسي يفخر أنه عمل طرق لمصر لكن عارفين أن أيضا في الأحياء وفي القرى يعني يحتاج مثل هذا المبلغ الذي تم صرفه على هذا القصر المنيف حتى يتم تطوير الشوارع والطرق وتخفيف الزحامات المرورية يعني يا سيد الفاضل تستطيع أن ترى صورة مش مائزة لشوارع مصر وطرقها ومايدنها بسبب تطويرات تحتاج مبالغ قليلة يعني لو تم صرفه وتوظيف هذا المبلغ على هذه الأمور لاستطاع المواطن المصري أن يجد بالفعل صورة يعني يجد شكل من أشكال الراحة أو رفع العنت الذي يتواجد فيه المواطن المصري السيسي ببنتها الصراحة يعني يستكمل منظومة الفساد التي بدأت في عهد مبارك بشكل كبير وبشكل أبشع من ذلك حينما يقوم السيسي نفسه بقانون مشهور بيسموه قانون المادة الوحدة قانون في سنة 2015 وهو إقالة رؤساء الهيئات الرقابية حتى يقوم السيسي بتعيينهم من جديد والكلام ده كان له في الحقيقة ثلاثة هداف الهدف الأولاني أن يظهر قدام العالم أن رجل بيكافح الفساد بشكل كبير وله إدارة حكيمة في الاقتصاد الهدف الثاني أن يظهر أمام المؤسسات المقرضة والتمويلية أنه يستطيع أن يأخذ المزيد والمزيد من القروض الأمر طبعا التالت أنه هو يعني يحمي شبكة الفساد التي تعمل تحت طائلتي ربما بيكافئها أو ربما من باب الفخر أو الفشخرة نجده أيضا يعني يحمي هذه سيد أحمد نريد أن نشرك معنا الدكتور أيمن نور الذي ينضم إلينا عبر قبولنا الصناعية من إسطنبول سيد أيمن نور زعيم حزب الغد سيد أيمن نور تبقى لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وارتفاع معدلات الفقر لتصل 32% في مصر من عدد السكان وفي ظل دعوات أسيسي للتقشف هل أصبحت دعوات التقشف المنادي بيها أسيسي هي فقط هي الدعوات التي يذوقها الفقراء في مصر يعني الحقيقة دعني أقول لك بوضوح وبصراحة أن أنا أمام حالة مرضية هذا الرجل مصاب بالزواج في الشخصية شخصية تتحدث عن الفقر والفقراء وتبكي أحيانا وشخصية أخرى تميل إلى نزعة فرعونية إنه لا يبني قصور ولا يبني استراحات إنه يبني معابد على الطريقة الفرعونية القديمة إنه عاد بناء لمرحلة من الدكتاتورية الفرعونية الخام وجزء من مظاهرها مثل هذه المعابد التي لم نسمع عنها إلا في زمن الفراعنة حتى المقابر التي ينفق عليها العشرات الملايين هي شكل من أشكال الثقافة الفرعونية القديمة اللي الحقيقة هي أسوأ ما في الثقافة الفرعونية نحن أمام حالة يعني يشبه كثير من المرض والإزدواجية هذا ليس أمر مقبول مصر ليست في حاجة إلى تسعين قصر واستراحة رئاسية في مصر شيء غير مقبول كل رئيس كان ليه بيته وكنا نعرف بيته السادات كنا نعرف بيته وعندما أغلق السادات الشارع الذي يؤدي إلى بيته رفعنا قضية في القضاء الإداري وفتحنا الشارع وكان شارع عرضه ستة متر وطوله حوالي تلتمائة متر الذي يحدث النهاردة إحنا بنتكلم عن شيء غير مسبوق أسر عبدين المعرسة الملوك والخداوي والرئيس محمد نجيب والرئيس عبد الناصر والرئيس السادات أسر عبدين حجمه كله إجمالا أظن 44 فدان يعني هذا هو قصر عبدين ما بالك أننا النهاردة بنعمل شيء يصل إلى فوق 600 فدان شيء غير مسبوق في العالم الرجل يريد أن يدخل مصور جنس نعم دكتور أيمن معلوم أن معظم القصور التي موجودة في مصر منها القصور الرئاسية بنيت في عهد الخديوي إسماعيل التي تكبدت مصر وقتها أنا ذاك الديون الكبيرة التي ربما يكون بعضها ما زال يسدد حتى الآن هل نحن أمام خديوي جديد؟ يعني الحقيقة لا خالص حرام نظلم الخديوي الخديوي لم يفعل هذا وحتى في الزمن زمن الخديوي والملك الملك كان يدفع جزء من تكاليف هذه القصور يعني مثلا عندما أهدى الملك فاروق لفريدة قصر وعندما حدث ما حدث من انفصال ألزمها بدفع النفقات وبعت أظن مئة فدان في الشرقية كي تدفع تمن القصر قصر الطهرة الملك عمله على نفقته الخاصة وكلف أظن 360 ألف جنيه في هذا الوقت الملك فاروق وانا يعني فؤاد سراج الدين الذي كان وزير داخلية في هذا الوقت روى لي شخصيا أن الملك ظل قرابة العام يطلب منه نفقات حوالي 30 ألف جنيه لإصلاح الباخرة أو المحروسة اللي هي راحل عليها بعد كده بعد 23 يوليو وكان وزير المالية يرفض 30 ألف أو 36 ألف جنيه لإصلاح يخت المحروسة إحنا في مرحلة فاقد كل الحدود لا السادات ولا عبد الناصر ولا الملوك ولا أي حاجة الكلام ده يجوز من أيام الفرعنة لم نسمع مثل هذا الكلام هذا القصر الرئاسي الجديد هو الأضخم في مصر أكبر من البيت الأبيض بعشرة أضعاف من حيث المساحة نعيد عليكم التقرير والصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر عبر الأقبار الصناعية لقصر سيسي الجديد في العاصمة الإدارية الجيدة وتظهر الصور تطور حركة البناء وتفاصيل القصر الرئاسي المقرر لانتقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه منتصف عام 2020 طبقا لبينات الحكومية كم تبلغ المساحة كم التكلفة التقديرية نتبع هذا التقرير حصلت الجزيرة مباشر على صور حصرية حديثة بالأقمار الصناعية تظهر ضخامة منشآت ومرافق القصر الرئاسي الجديد الذي يجري بناؤه في العاصمة الإدارية الجديدة تظهر الصور أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بخمسين ألف متر مربع تقريبا وإذا كانت مساحة البيت الأبيض مقر حكم الرئيس الأمريكي هي خمسة ألاف متر مربع فإن القصر الرئاسي المصري الجديد يماثل حجم البيت الأبيض عشر مرات أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتصل إلى مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف متر مربع يضاف إليها مساحة خارجية خصصة كحرم طريق للمدخل الرئيسي الشرفي للقصر وتبلغ مساحتها مائة وثمانين ألف متر مربع وبذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد إلى مليونين وخمسمائة وخمسين ألف متر مربع أي ما يعادل ستمائة وسبعة أفدنة زراعية تقريبا أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه للمتر مربع ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بمليار ومائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل وإذا كانت تكلفة بناء مستشفى مركزي في ريف مصر تساوي خمسة وسبعين مليون جنيه طبقا لوزارة الصحة فإن تكلفة الطابق الواحد في القصر الرئاسي الجديد تعادل بناء ستة عشر مستشفى مركزيا مصر في أمس الحاجة إليها وإذا علمنا أن تكلفة بناء مدرسة هي عشرة مليون جنيه طبقا لمصادر حكومية فإن تكلفة طابق واحد في القصر الجمهوري الجديد يمكن أن تبني مائة وخمسة وعشرين مدرسة حكومية في بلد لا تزال نسبة الأمية فيه خمسة وعشرين في المائة ممن يبلغون سن عشر سنوات فأكثر طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فسليم هذا القصر بهذه التكلفة من الذي يدفع تكلفة هذا البناء؟ شوف نمرة واحد عندك القروض والمساعدات التي حصل عليها من دول الخليج والتي تقدر بأكثر من ستسعين مليار عندك بالإضافة إلى ذلك إلى أنه في إحدى السنوات قالوا أن الموزنة العامة للدولة فيها خمسة ومليار جنيه طاروا محدش عيفون راحوا فين يا جماعة راحوا فين محدش عارف نمرة ثلاثة ما قاله المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد في مصر في سنة 2015 بلغ ستمائة مليار قال هذا الرقم ونستكترته والتضع أن الكلام هذا كله لا يمكن أبدا إلا أن يكون دقيقا ويكون صحيحا ولأجل هذا الرجل في السجن الآن يدفع فتورة علمه بالفساد في جهات يريد السيسي الترمح عليها نمرة أربعة أنه أفتح السيسي يضع يده الآن على كل مخدرات الدولة المطرية لا أنت عارف اللي رايح رايح فين ولا أنت عارف اللي جاي جاي منين وانت حسب ما قاله محمد علي بأن الهيئة الهندسية حط إيديها على ميزانيات المحافظات والوزرات وما إلى ذلك وبالتالي تصرف منها تصرف المالك أو تصرف فيها تصرف المالك فيما يملك كل هذه الأمور أنت دولة الآن أساسا واحد حط إيده على مخدراتها المالية على ميزانياتها العامة على الصندوق الخاصة على الصندوق السياسي أنت العارف اللي رايح رايح فين ولا اللي جاي جاي منين فمن أجل هذا دائما ضمن هذه الموارد التي تأتي من أجل بناء هذه الهيئة الأمانات لواحد يبدع الفقر ودايما يقدم نشطه المصريين على أنه أجيب لك منين ما فيش ما عنديش ما أقدرش أديك لو أقدر أتباع أتباع في قصة القروض سيد ستيفن إذا كانت مصر تحصلت في الفترة الماضية على عدد من القروض من ضمنها قرد صندوق النقد الدولي كيف يمكن الهيئة الدولية بهذا الحجم ترى هذا السلوك الذي يقوم به عبد الفتاح السيسي كيف يمكن أن تعطي هذه القروض رغم أن حالة الصرف الموجودة على هذه القصور لا وصف لها اقتصادي بصراحة أعتقد أنه كان من الواضح منذ وقت طويل أن السيسي منغمس في الفساد ورغبته في التوسع وفي سيطرته هو والقوات المسلحة على الاقتصاد المصري لحد ما أعتقد أن المؤسسات الدولية مستمرة في تقديم الدعم لمصر بكل صراحة لأنهم يشعرون أو يخشون من عواقب انهيار الاقتصاد المصري ولكن هذه نظرة قصيرة المدى ولكن ينبغي أن يعرفوا عن طلبات السيسي وهو يريد أن يتخذ إجراءات ويطالب مثل هذه القروض الكبيرة لمصر لكن كما قلتم فأنه من ناحية ينفق هذه الأموال فيما لا طائل فيه وطلبت منه بعض الخطوات خطوات التقشف يتخذها على أغلبية المصريين إذن هذا نفاق صريح وأسيسي يتخذ خطوات تؤدي إلى تدهور الاقتصاد المصري أكثر فأكثر أعتقد أنه شيء صعب بالنسبة للمواطن المصري دكتور أيمن نور بالحديث عن القصور قصر الهايكستيب هناك خمس فلات كما قيل أيضا في الصور الملتقطة من القمر الصناعي كما يبدو هنا مثلا في هذه الصورة والتي نعرضها أيضا هذا هو القصر الرئاسي وهذه أيضا خمس فلات متفسير ذلك كيف نستطيع أن نفهم هذا البناء بالقصر الرئاسي وخمس فلات داخل حرم القصر الرئاسي يعني يبدو مرة تانية مضطرة أن أرجع للحالة الفرعونية لو زلت المعابد الفرعونية ستجد نفس الفكرة لكن يبدو أن الرجل يصنع مستوطنات بمفهوم المستوطنة يعني يريد أن يكون هو وكل من يريد أن يكون حوله في هذه المنطقة ده يفسر الخمس فلات اللي موجودين في لايك ستيب حول فلاته ويفسر الستة وتلاتين مبنى اللي موجودين حول قصره المهيب في العاصمة الإدارية والحقيقة أن كل هذه الصور الحقيقة صور غير مألوفة في حياتنا الرئاسية ولا حتى في العصور الملكية يعني أكبر الأصور في مصر أو أفخم الأصور في مصر كانت مساحتها أفدنة قليلة جدا يعني يكفي أن أقولك أن أصر الطهرة أظن أن كانت مساحته 8 فددين نحن نتكلم هنا على 500 فدان عبدين 44 فدان أصل الأوبة 80 فدان أصل المنتزى بكل حضائقه بكل المساحات المحيطة به لا يتجاوز 300 فدان يعني هنتكلم حتى في العالم الكريملين كان فدان الكريملين كان حوالي 70 فدان وده من أكبر القصور في العالم هذا الرجل يريد أن يدخل موسوعة جنس في كل شيء حتى لو كان شيء شاز لا يتطفق مع ظروف مصر لا يطبيعة المصريين دكتور أيمن يعني عبد الفتاح السيسي في كثير من المؤتمرات وغير المؤتمرات يتحدث إلى الناس بشكل عفوي عما يراه من وضع اقتصادي متردد في رأيك لماذا لا يتحدث مع الشعب المصري عن هذه القصور ولماذا يبنيها يعني أنا الحقيقة مضطر أن أعود مرة أخرى للتفسير النفسي هذا الرجل لديه يعني ازدواج في الشخصية باي بولر حاجة شبيهة بكده هو يتحدث بلغة ثم يتصرف بلغة مختلفة تماما هو يتحدث للناس بطريقة وهتسمعوا بكرة في مؤتمر الشباب بيقول كلام الحقيقة قطت عطت لو لم تعرف ماذا يفعل هذا الرجل لكنه على أرض الواقع يمارس قدر من الطرف والإصراف والسفة والعتا غير مسبوك في تاريخ مصر يعني عبد الناصر كان يسكن بيت عادي جدا السادات كان بيسكن فيلا يعني تستطيع أن تتصور مساحتها إذا كانت هي جزء من الشارع اللي وصفته لك حتى مبارك لجأ إلى شراء البيت اللي كان عايش فيه صحيح بفكرة فيها التحايل وضغطوا على المالكة واشتروه بسعر زهيد لكن حتى كان بيشتريه هذا الرجل بأموال الدولة يحقق شهوات هو كان يحلم بيها زي السعر الأوميجا وزي السفل الدهب وزي غيره وغيره من الأوهام التي تسيطر على هذا الشخص المريض هذا شخص مريض وليس إنسان سوي وهذه المشكلة نعم يبقى معي سيد دكتور أيمن شهدت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء عدد من القصور الرئاسية الجديدة في وقت يطالب فيه المصريين بالتقشف فيما دخل قصر الهايكستيب الخدمة ويكاد العمل يكتمل في قصر العالمين أعلنت الحكومة انتقار رئاسة الجمهورية للقصر الجديد في العاصمة الإدارية منتصف العام القادم 2020 وفي كل أحوال لا يعلم المصريون تكلفة إنشاء هذه القصور ولا ما هي الجهة التي تراقبها ماليا وكأن مصر لا يكفيها ثلاثون قصرا واستراحة رئاسية ليترك الرئيس عبد الفتاح السيسي كل هذه القصور ويبني أخرى جديدة محدش قال لك أنك أنت فقير أوي لا يريد حد يقول لكم أننا فقر أوي منذ توليه الحكم كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر مشكلتها العوز والفقر وطالب المصريين بالتقشف لكن هذا التقشف كان بعيدا كل البعد عن مشاريع عملاقة لبناء قصور رئاسية جديدة كشف الفنان محمد علي عن قصور وفلات رئاسية جديدة أثارت ردات فعل كبيرة في نقاش المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي وكان من بينها قصر الهايكستيب لكن أكبر القصور الرئاسية الجديدة هو ما يجري تنفيذه حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة الجزيرة مباشر حصلت على صور حصرية دقيقة بالأقمار الاصطناعية تظهر مباني القصر الجديد الذي تفوق مساحته مساحة البيت الأبيض بعشرة أضعاف كما يظهر من الصور بناء العديد من المباني السكنية والإدارية في محيط القصر ويمكن تمييز عدة ذلات سكنية فاخرة مكتملة التشطيب تقريباً ولا يعلم من يسكنها ولا الغرض من إلحاقها بالقصر الجديد وتحيط السرية بكل المعلومات عن القصر الجديد إذ لا يعلم ملجهة التي ستتولى الإنفاق على تأثيفه هل هي رئاسة الجمهورية أم شركة العاصمة الإدارية الجديدة لكن المؤكد أن تكاليف التشغيل والصيانة والأمن والحراسة ستفوق ميزانية الإنشاء في بلد يعاني من ارتفاع الدين العام وانخفاض مستوى معيشة المواطن وتقشف في الإنفاق العام وتقليص للدعم الموجه للتموين يأتي ذلك في وقت شكك فيه خبراء مختصون في جدوى العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتضن القصر الرئاسي أولاً يعني موضوع العاصمة الإدارية هو أمثل مشروع لإثبات حالة فوضى الأولويات في مصر يراقب المواطن ذلك ويتساءل لماذا تقطير هنا وإصراف هناك سيد أحمد جاد يعني من الممكن أن يقول أحد أن بالفعل مصر تحتاج أن تخرج الأجهزة الحكومية إلى مكان بالخارج كالعاصمة الإدارية الجديدة ويحتاج أن يكون هناك قصر رئاسي خارج إطار خارج القاهرة أو على أطراف القاهرة حتى لا يسبب إعاقات مرورية أو ما شبه ذلك هل ممكن أن يكون هذا مبرر يعني نحاول أن نفهم يعني هل ممكن أن يكون هناك مبرر لوجود مثل هذا القصر أو هذه الأبنية الضخمة في البناء وفي التكلفة؟ بنفس المنطق حينما قام عبد الفتاح السيسي بإنشاء تفريع قناة السويس وبعد مرور عام وبعد ما اقترض من المصريين وأعادهم بالمزيد من الأحلام الجميلة بعدها بمنتهى الصراحة أنا قلت أعمل كده عشان نرفع من معنوات المصريين لم تكن هناك دراسة جدوى لهذا الأمر وكما أنه قال بعد ذلك أيضا مستنكرا على اللي بيتكلم على دراسة جدوى أنه لا يعرف يعني إيه يعني إيه دراسة جدوى تم لمشروع ده لو راح صاحب مصنع صغير أو شركة كان سيؤمن بذلك بالتالي أمر العاصمة الإدارية الجديدة ليست هناك أي دراسات تقول أن مصر بحاجة إلى مثل هذه العاصمة الإدارية التي أنفق عليها أكتر من 300 مليار في مرحلتها الأولى بينما الشعب المصري بيئن بينما أن عبد الفتاح السيسي كل يوم تقريبا بيوقع على قرد جديد من الشرق أو من الغرب وبيرهن مستقبل المصريين ليست هناك حاجة إطلاقا لمثل هذه العاصمة الإدارية هناك لو أنفق عبد الفتاح السيسي القليل من هذه الأموال التي يعني كبل بها مستقبل أبنائنا في المستقبل على تطوير القاهرة وعلى تطوير المدن الجديدة حولها وعلى تطوير الكثير من المدن والمحافظات المصرية لأصبحت حياة المصريين تختلف لكنه لا يبحث عن ذلك لا يبحث عن حل ولكنه يبحث عن أنه يلمع نفسه بشكل كبير أنه بالفعل يكتب نفسه كما يظن أنه يكتب نفسه في سجل الحكام العظماء الذين حكموا مصر ليس هناك دراسة حقيقية تقول احتياج مصر لهذا فكرة الاحتياج وإنجاز ولكن لهذا السفة الذي الاحتياج فكرة الاحتياج دعنا نشرك معنا الخبير الاقتصادي الدكتور علاء عبد الحليم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور علاء في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 106 مليار دولار والدين الداخلي إلى أكثر من 200 مليار دولار ما الاحتياج أو ما الحاجة لبناء مثل هذا القصر الرئاسي يا سيد الفضل احنا متكلم في الشيء الأهم هو في احتياج شديد في مصر بالنسبة لنقل العاصمة الإدارية الجديدة والفكرة دي كانت موجودة من أيها من رئيس الرحل لا دكتور علاء سؤالنا ليس عن العاصمة الإدارية لكن سؤالنا على القصر الرئاسي الذي يعني مساحته تتجاوز 500 سؤال عن القصر الرئاسي وتكلفته دكتور علاء يعني تكلفة الدور الواحد في القصر الرئاسي مليار مليار جنيه يساوي عدد من المستشفيات وعدد من المدارس ما الحاجة إلى ذلك يا سيد الفضل في عاصمة إدارية جديدة فلازم يكون في قصر رئاسة جديدة ده شيء منطقي وشيء حاجة إنما الأرقام مليار أو غير مليار ده يوجد رقم مؤكد من أي طرف لا الحكومة علنت ولا الجهاز علنت إنما هي ووجرت صور من الأقمار الصناعية إزاي صور من الأقمار الصناعية وتظهر أن القصر ده يعني تم تشتيبه تم الانتهاء منه يا سيد الفضل في هذه فقاعات ميديا يعني في الآخر العمر مرتبط إن في عاصمة يكون في قصر الرئاسة قصر الرئاسة ليس ملك الرئيس ولكن ملك للدولة ككل وده بمثل رئيس مثل ما هناك في قصر الرئاسة في العروبة وقصر في اسكندرية وقصر عبدين وغيرها من القصور شأنها شأن أي دولة سواء صغيرة أو كبيرة سواء غانية أو فقيرة يا دكتور علاء يا دكتور علاء يا دكتور علاء عندما يتحدث عن الدول الأخرى يعني معروف أن في أمريكا الرئيس يقطن البيت الأبيض في فرنسا الإليزي في روسيا الكريملين يعني ليس في كل دولة عندما يأتي الرئيس يذهب ليبني قصرا جديدا في ظل إحنا فقر أوي وإن إحنا معناش يا سيد الفضل الرئيس التركي ما بين حاجة بمليار ونص دولار 1050 مليون دولار فالأمر مرتبط يا سيد الفضل أن دي منظومة تياسية دولية في عاصمة يجب أن يكون في خطر الآخر إحنا بنتكلم على ما تفضل معاك أن الديون أصبحت عبء والنديا يجب أن يكون فيها انتباه لها لكن لا نختار الأمر في مجرد قصر ليس قصر شخص يا سيد الفضل لكنه يمثل الدولة ورئيس الدولة فالأمر يعني مش عايزين نختار الأمر لجد شخصي خلينا نتحدق في إطار الموضوع طب صؤال دكتور علي من يتحمل تكلفة البناء تكلفة بناء يعني تكلفة بناء هذا القصر أي كان التكلفة من يتحمل بناء هذه التكلفة مبنى للدولة بتتكلف بالدولة ومصفية عنه الدولة وقد نختلف أو نستفق في جدوى وأهميته لكن الأمر يتتحمل بالدولة والتستفيد بالدولة مبصلة في أي رئيس الجمهورية سواء الرئيس الحالي أو الرئيس القادم نعم أشكرك الدكتور علاء عبدالحليم الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف ما قيرا شكرا جزيلا لك بالعودة لك دكتور أيمن ما ردك على كلام الدكتور علاء أن هناك عاصمة إدارية لابد أن يكون هناك قصر رئاسي ومن يتحمل هذه التكلفة هي الدولة وأن هذا القصر ليس قصرا شخصيا لعبدالفتاح السيسي لكن هو قصر رئاسي لكل من سيأتي يحكم بعد السيسي بعد هذا الكلام صحيح وجزء منه هو أشار إليه سريعا كده ما قال ده الفكرة موجودة من أيام رئيس السادات لا هي الحقيقة الفكرة طرحت على وجه التحديد سنة 2003 من الأمانة السياسات في الحزب الوطني في زمن الرئيس مبارك وتبنى هذه الفكرة جمال مبارك وكان مبارك في 2004 وافق على هذا المشروع وأعلن عنه بتوسع شديد ثم عاد مبارك وقال أنه تراجع عن هذه الفكرة بسبب عدم وجود درسات كافية وأذكر في هذا الوقت وكنت نائبا في البرلمان أن كان فيه تقارير كتبات جزء منها كتب من المخابرات العامة قال أنه لا جدوى اقتصادية من هذه القطوة التي تحتاج تكلفة ضخمة جدا في هذا التوقيت فتراجع مبارك عن هذا الأمر فكرة أن هذه المباني هي مباني تخص الدولة وأن الدولة ستحمل تكلفتها وستستفيد منها رئيس بعد رئيس بعد رئيس هذا كلام المفروض أنه صحيح لكن بتحكمه أولويات هل نحن في حاجة للإنفاق بهذا القدر وبهذا البزخ على مثل هذه المباني في هذا التوقيت أم لا هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني هل القصور الرئاسية التي استغلها الرؤساء يعني هل هي انتهت أو غير موجودة أم أن هناك قصور موجودة حتى الآن بدءا من قصر عبدين مرورا بقصر الطهرة مرورا بقصر اتحادية وأنا عايز أقول للسيد الأستاذ علاء والدكتور علاء وهو خبير اقتصادي يعني إذا رجع شوية للتاريخ هيكتشف أن ولا رئيس من أولئك الرؤساء اللي أقام في هذه القصور بنى أصر منهم يعني أصر التحادية ده كان فندق عملها شركة فرنسوية سنة 1910 وكان أكبر فندق عندها في أفريقيا أما هجرته وعتركته استأجرته الدولة المصرية دون تكلفة كذلك الكثير من القصور كانت لها استخدامات أخرى وتم يعني بيت حتى الذي يسكن فيه السادات واللي انتقل ملكيته بقرار من مبارك إلى السيدة جهان السادات حتى الآن وهي مقيمة إليها أو انتقلت ملكيته إليها هذا البيت الحقيقة كان من يعني حصلات التأميم من الأمور التي أممت في وقت من الأوقات فقالت للدولة والدولة وزعتها لكن فكرة أن واحد يقعد يبني بيت أو يعد الاستراحة مثلا في المعمورة فينفق 25 مليون ولا 250 مليون هذه الأرقام لم نسف عنها من قبل هذه الأرقام صادمة في ظل الوضع الاقتصادي اللي الدكتور عليها أكيد عرفه أكتر منه ابقى معي دكتور أيمن سيد ستيفن يعني هذا السلوك الذي ينتهجه عبد الفتاح السيسي في رأيك ما هي النتيجة التي ستؤدي ما هي النتيجة في المستقبل على هذا السلوك هل هذا السلوك قد يؤدي لشيء ما في المستقبل أم لا سوء الحظ أعتقد أنه مسار خطير جدا لأن السيسي الطريقة التي يدير بها مصر يحكم بها مصر خطيرة جدا ويظهر عقلية يرى أن موارد الدولة هي موجودة له هو يستخدمها كما يريد نحن نتحدث عن المدينة الإدارية ربما السبب الرئيسي أن يبني مثل هذه المدينة هو أنه يتذكر أحداث السنوات الأخيرة والاحتجاجات في 2011 و2013 ولو نظرنا كان هناك مظاهرات في ميدان التحرير وحول وزارة الخارجية والبرلمان والمؤسسات الحكومية ويريد أن ينقل هذه المؤسسات لأنه يخشى شعبه ويخشى غضب الشعب المصري ويريد أن يجعل من الصعب على المصري أن يظهر غضبهم عليه أعتقد أنه خطير جدا وأن الاقتصاد المصري سوف يستمر في التدهور وهو يسمح للقوات العسكرية لتعزيز طبطهم على الاقتصاد المصري أشكرك سيد ستيفن مكلنورني المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط كنتمعنا عبر الأخمار الصناعية من واشنطن وشكر موصول للدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد كنتمعنا عبر الأخمار الصناعية من إسطنبول وشكر موصول أيضا لسيد أحمد جاد عضو لجنة التامية المحلية في مجلد الشعب المصري سابقا كنتمعنا عبر الأخمار الصناعية من إسطنبول شكرا جزيلا لكم سيد سليم ربما ألمح سيد ستيفن إلى أمر ما هي مسألة الخوف هناك من يرى أن أسيسي الذي يقف ويتكلم بقوة وبثبات ويتحدث بشكل قوي هل ممكن أن يكون دافع الخوف هو الذي يجعله يسكن في أماكن بعيدة عن المناطق المزدحمة عن المناطق الملتحمة بالشعب المصري أماكن بعيدة وأماكن قريبة وأماكن مغلقة وأماكن فيها أنفاق وأماكن فيها كباري فكرة الخوف فيها لديه فكرة قائمة وفكرة موجودة وفكرة مسيطرة عليه وفكرة يتصور أنه يحاصر القدر بهذا التطرف أحنا لم نرى رئيس دولة يقعد يخاطب عناصر قوات المسلحة من خلال حجرة زوزاجية مبارك كان يجد راحته كثيرا لما يكون موجود وسط القوات المسلحة سواء في صلاة العيد أو في اللقاءات التي يعقدها الأمر مختلف الآن أنا بس عايد أقول نقطة فيما يختصر بكلام الدكرة اللي هي فكرة أنه أصل كل رئيس يبقى له أصل والأصل يبقى له عليه مفيش رئيس أساسا في الدنيا بين أصل في الزاتون وأصل في الهيكي السيب وأصل هنا وأصل هناك وأصل في العالمين مفيش حد عملها ولا حد هيعملها ولا يمكن أبدا قبولها لأنه صحيح أنها قصور بلك الدولة المطرية لكن الدولة المطرية لن تستفد بالقصور الحالية الموجودة عشان خاطر تستفيد بالقصور نادر يرميها يمين وشبال أشكرك الكاتب الصحفي السليم عزوز شكرا جزيلا لك المسايا مستمرة وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها في تصعيد أمني جديد القبض على محام شاب أعلن تقديم بلاغ للتحقيق في اتهامات محمد علي لقيادات بالجيش ترجمة نانسي قنقر